أعلن حزب الشعب الجمهوري عن الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكلف الحزب أستاذ حازم محمد سليمان عمر رئيس الحزب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما قرر حزب الشعب الجمهوري تشكيل أمانة خاصة مؤقتة تختص بالمتابعة والإشراف على الشؤون التنظيمية والمالية والإدارية وشؤون الدعاية والتغطية الصحفية والإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة واختار لجنة الأحزاب السياسية بما انتهت إليه الهيئة العليا من قرارات ترجمة نانسي قنقر